الفيديو الماضي تكلمنا عن انت كممرض كيف تقدر تأخذ مغاولة المهنة في بريطانيا وتسافر وتشتغل في بريطانيا في هذا الفيديو بدي أحكي لك شو رح تستفيد غير مرتبك إذا اشتغلت في بريطانيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبي يوسف بحييكم من خطر من قناتي مذكرات ممرض وبنتكلم في هذا القناة عن التمريض مهنة العظماء لو عجبك عنوان الفيديو خليك معنا الآخر هاند واشنج البسكلاوس لا تنسى الماسك وتفضل معنا انت كما مرت لو حصلت على مزاولة المهنة البريطانية واشتغلت في بريطانيا رح تحصل على الفواهد التالية أولا راتبك الأساسي هذا فيش في نقاش رقم اثنين بدل السكن فلو انت كنت أعزب أو متزوج رح يعطوك مبلغ من المال يكفيك للسكن أول شهرين أو ثلاث غالبا لان كل مستشفى له عروض وكل مستشفى له سلم رواتب مختلف ايش بسيط عن المستشفى الثاني اي مستشفى عدد البيوت اللي بيوفرها لو وظفينه بيكون محدود فممكن يكون عندهم مية شقة واللي بيشتغلوا عندهم مية وعشرة فيابتل حقي يابتل حقيش ممكن يعطوك فلوس وقلوا لك دبر حالك في اي شقة في حدود هذا السعر وانت حر حابة تستأجر بهذا السعر حابة تحط فوقي وتجيب شقة احسن هاي مشكلتك فهم ما رح يعطوك سكن رح يعطوك فلوس وانت تحاول تجيب على جد هابيت الخام ثلاث تذكرة الطيارة خصوصا اول مرة انت بتروح فيها على بريطانيا معظم المستشفيات بتقول لك التذكرة على حسابنا انت تذكرتك على حسابنا وزوجتك واولادك على حسابك فبدك تنتبه من هذا الشرط وتدور عليه مزبوط في العقد قبل ما توقعه استرجاع رسوم امتحان اللغة في اشي اسمه الائلتس ري امبيرزمنت او الاو اي تي ري امبيرزمنت انت قدمت امتحان اايلتس او او اي تي وانجحت فيه مدان صرت موظف عندنا وصرت مقيم في بريطانيا وصار معك فيزا وخامة ورخصت مزاولة مهدر فالرسوم اللي ادفعت على امتحان اللغة بالرجالك هي اهل طبعا بعض المستشفات تعطيك هالفلوس مش كلها امتحان الائلتس بكلفك بحدود 200 دينار امتحان ال او اي تي بكلفك بحدود 290 او 300 او 310 اشي بهالحدود رقم خمسة في اشي اسمه استرجاع رسوم التأمين الاضافية اللي بيسموها لما انت تقدم لفيزا الطير 2 للسفارة البريطانية وانت لسه في بلدك لازم تدفع رسوم تأمين اضافية اللي بيسموها هيلث كير سيرتشارج هذه الرسوم تخولك للتمتع بخدمات الان اتش اس او نظام الصحة الوطن البريطاني بجميع اشكالها سواء وصفات طبية علاج اسنان علاج عيون تفصيل نظرات متابعة الحمل للسيدات ما في اشي يعتبره تجميلة او زيادة قديش بكلفك هذا التأمين 200 جنيه استرليني لكل فرد بالسنة طبعا حسب الفيزا ممكن يعطوك فيزا لمدة خمس سنوات فانت بتحسبها 200 جنيه في خمس سنوات الف تدفع الف جنيه عن كل فرد من افراد الاسرة سلف انا عندي خمسة ثلاث اولاد وانا وزوجتي بادفع خمس تلاف جنيه استرليني بدل التأمين قبل ما ازحفر من بلدي رقم ستة امتحان الاوسكي برضو له ري امبيرزمنت او اعادة تعويض لتكاليف اللي دفعتها او ممكن هم اصلا يدفعوا عنك تكاليف الامتحان واذا نجحت ما يطالبوك فيها راح تروح المستشفى تبلل الشغل كبراكتكا راح يعطوك الكتب والمراجع اللي لازم تدرس عليها للامتحان ويا اما بتقدم الامتحان من جيبتك لما تنجح برجعولك اياهم يا اما هم بيدفعوا عنك واذا رسبت بتعوضهم انت طبعا هذا حسب اتفاقك مع المستشفى مش كل المستشفى واحد الامتحان بكاليف 992 جنيه استروليني يعني حوالي 800 دينار اردني رقم سبعة وهي طبعا مش كل المستشفى تبتعملها في زيادة على الراتب في الشهر الاول بعض المستشفى تبتعرف ان انت جاي من بلدك جديد مع كاشف لوس تستأجر بيت دفعت تذاكرة زوجتك ولادك كثير يمكن تكون طالع من بلدك وعليك دين اصلا مش متعود على المستوى المعيشي هون يمكن ينضحك عليك تستأجر بيت غالي وفيه حوالي بيوت ارخص منه فهم اول شهر بعطوك ما يساوي راتب شهر زيادة عن اصلا راتب السنة كلها على اساس تعرف تدبر حالك وتستأجر بيت وتطلع كرت تأمين وتطلع بطاقة ضمان اجتماعي وتطلع كل الاوراق اللازمة اول ما توصل مهم جدا جدا ما حداش يقول لي انا حكيت مع مستشفى في بريطانيا والتفصيل المعينة او الاشي اللي تلمل فلاني ما اتفاجنا عليه او ما وعدوني فيه انا صرت جاي لخمس ست مرات تفرج من مستشفى لمستشفى فاذا انت بصر على مسألة تذكر طيران دور عليها في العقد شوف عليك ولا عليهم اذا انت منصر على جسة التأمين الصحي دور عليها بالعقد شوف عليك ولا عليهم اقرأ العقد كويس جبل ما توقع عليه جبل ما تبدأ بالشغل فيه نموذج اسمه Expenses Application Form اللي هو بتكتب كل جرش صرفته سواء امتحان اللغة امتحان المزاولة اش دفعت على الفيزا اش دفعت على التذاكر كل جرش صرفته بتسجله طبعا لازم كل شغلة من هدول تثبتها بوصل اصلي وليس نسخة عنها علشان فيما بعد لما توصل لبريطانيا اغلبية اللي دفعته بدهم يرجعوا لك يعني فهي كل الجسة ع بعضها بتكلفك بحدود الف الف ومتين دينار اردني لما توصل لبريطانيا يمكن من الف ومتين يعطوك الف او تسعمائة دينار اهم سؤال بنسئله دايما لو انا رحت على بريطانيا بعد كم تجين الجنسية انت لو اشتغلت في بريطانيا بعد خمس سنوات بشرط انه كل سنة تقعد اقل اشي تسع اشهر جوبة بريطانيا وثلاث اشهر بر بريطانيا تجيك اقامة دائمة بعد كمان سنة يعني بعد ست سنوات تجيك الجنسية خمس سنوات منهم على الاقل تسع اشهر داخل بريطانيا كل سنة اقامة دائمة زائد السنة السادسة تجيك الجنسية البريطانية الفيديو الجاي راح اقول لك بالتفصيل شو انواع عقود العمل اللي ممكن يلاقيها الممرض في بريطانيا لانه الممرضين مش بس بيشتغلوا بار تايم او فول تايم في انواع كثيرة موجودة راح احكي لك عنها بالتفصيل لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك الخناة اشترك بالخناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديد ما اول بول والسلام عليكم اشتركوا في القناة